يوميد انرجي الاسرائيلية توقع ادفاقا للتنقيب عن الغاز في المغرب بات المغرب الوجهة التالية لشركة يوميد انرجي الاسرائيلية لاستكشاف الغاز الطبيعي بفضل امكاناته الهائلة واعلنت الشركة المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز اليوم الثلاثاء السادس من ديسمبر كانون الاول 2022 انها وقعت ادفاقا للتنقيب عن الهيدروكربونات قبالة السواحل المغربية حسب وكالة رويترز وقعت شركة نيوميد انرجي الاسرائيلية الاتفاق مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة اداركو وهي شركة خاصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه وبموجب اللوائح المغربية ستمتلك كل من نيوميد انرجي واداركو حصة بنسبة 37.5% في رخصة بوجدور اتلانتيك البحرية الواقعة في المحيط الاطلسي في حين سيمتلك المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن النسبة المتبقية 25% وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة ترخيص بوجدور اتلانتيك اطلع شركة نيوميد انرجي الاسرائيلية لتعزيز وجودها في المغرب من خلال البحث عن فرص استكشاف الغاز الطبيعي وانتاجه ووثقا للاتفاق سيكون للشركاء الحق في البحث عن الهيدروكربونات في منطقة الترخيص لمدة ثمانية سنوات مع مراعاة الامتثال لخطة العمل المقررة التي يمكن تمديدها في حالة اكتشاف الغازي وقالت شركة نيوميد انرجي المشغلة للترخيص ان رخصة بوجدور اتلانتيك تقع في جنوب المنطقة الاقتصادية الخالصة بالمغرب ووثقا لخطة العمل سيجرى مسح جيولوجي وجيوفيزيائي في المنطقة بعد ثلاثون شيرا من تاريخ منح الترخيص ثم اجراء عمليات حفر استكشافية اولية بعد قرابة عامين ونصف العام وما يزال الاتفاق شروطا بالحصول على موافقة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة المالية في المغرب مرحلة مهمة قال المدير التنفيذي لشركة نيوميد انرجي يوسي ابو ان هذه الخطوة جاءت بناء على يقين الشركة بالامكانات الجيولوجية والتجارية الهائلة في المغرب وتابع اعلان اليوم هو جزء من خطوة استراتيجية واسعة النطاق من شأنها ان تجعل نيوميد انرجي رائدة في قطاع الطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط وشمال افريقيا واوضح ان الشركة تعمل على زيادة القيمة في اصولها الرئيسة بقوة الى جانب توسيع انشطتها الحالية وبدء عمليات استكشاف الغاز الطبيعي وانتاجه في بلدان اخرى وتطوير عمليات الطاقة البديلة بينما اشاد مدير شركة اداركو انرجي هاري مورفي بالشراكة مع نيوميد انرجي وقال هذه مرحلة مهمة لشركة اداركو انرجي التي كان لها دور فعال في سوق الطاقة لسنوات طويلة ويسعدنا ان ندخل قطاع التنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب بالشراكة مع نيوميد انرجي خاصة انها شركة رائدة استثمرت في قطاع النفط وحققت اكتشافات كبرى على مدار الثلاثون عاما الماضية استثمارات نيوميد انرجي تعد شركات نيوميد انرجي احد المساهمين الرئيسين في حقل الغاز الاسرائيلي الضخم لفياثان اذ تطلع الى الاندماج مع كابريكورن انرجي البريطانية لاستغلال احتياطيات الغاز في كل من مصر واسرائيل بالاضافة الى محفظتها القوية في استكشاف الغاز دخلت شركة نيوميد اخرى سوق الطاقة المتجددة والهايدروجين الازرق والاخضر ويوفر المغرب فرصا متنوعة للشركة في كل القطاعين وسبق انسلاط المدير التنفيذي لشركة نيوميد انرجي يوسي ابو الضوء على اهتمام الشركة بالبحث عن احتياطيات الغاز الطبيعي وتطويره وانتاجه في المغرب وعزمها تعزيز الانشطة في مجالة للطاقة المتجددة واضاف ان تعاون نيوميد انرجي مع المغرب في قطاع الهايدروجين الاخضر سيسهم في خلق ابتكارات مهمة في السوق ويرى انه قادر على ان يصبح مركزا لانتاج الهايدروجين الاخضر وفي عام 2021 اعلنت الشركة دخولها سوق الطاقة الخضراء بالشراكة مع شركة انليتر وبالانرجي المدرجة في تل ابيب وفي اغسطس ااب اعلنت الشركتان خططهما لتطوير مشروعات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة في المغرب والنصر والاردن وعمان والبحرين والامارات والسعودية اشتركوا في القناة